فقه الإمامية أرجع إلى بحث أعزائي القسم الخامس القسم الخامس أعزائي يبدأ من هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه هذه الآية المباركة أعزائي فيها أبحاث طويلة الذيل على مباني مدرسة أهل البيت طبعا في كلمات مفسري وفقهائي وبتكلمي غير مدرسة أهل البيت السنة غير السنة واقعا هذه الآية لم يعتنوا بها بذاك الاعتناء الاعتناء وقع بهذه الآية أين؟ في مدرسة أهل البيت أنا أشير إلى عنوين البحث وإلا التفاصيل إن شاء الله تعالى في محل أخر النقطة الأولى ما هو المراد من الأولوية؟ المراد من الأولوية في الآية المباركة النقطة الأولى ما هو المراد من الأولوية في الآية؟ هل الأولوية مقيدة أو الأولوية ماذا؟ مطلقة اتفقت كلمة محققي المفسرين أن الأولوية يكون في علمكم لا أشاعرة لا معتزلة لا إمامية لا ظاهرية كل تفاسيرهم أنا مراجعة كلهم اتفقوا أن الأولوية هنا ماذا؟ أولوية مطلقة ما معنى مطلقة؟ يعني في شؤون الدين خواضح باعتبار أن النبي هو أساساً أصل عمله في الشؤون الدينية يقول لا حتى في الشؤون الدنيوية أيضاً الأعزة فقط أن أقرأ عبارتين مو أكثر العبارة الأولى للطبري اللي هو من معتمدي هذا المجال في المجلد في ذي لهذه الآية المباركة بعد حتى الأعزة يراجعون قال يقول أحق بالمؤمنين به من أنفسهم أن يحكم فيهم بما يشاء من حكم رسول الله له الحق ماذا؟ أن يحكم فيهم فيجوز ذلك عليهم هذا يجوز في قبال عدم الجواز ليس الجواز الخاص عن الإباحة الخاصة لا في قبال ماذا؟ توهم عدم الجواز هذا مورده المورد الثاني أعزائي ما ورد في تفسير الطباء الطباء أكتفي بموردين المورد الثاني يقول ومعنى الأولوية رجحان الجانب إذا دار أمره الأمر بينه وبين ما هو أولى منه فالمحصل أن ما يراه المؤمن التفت لنفسه من الحفظ والكلاءة والمحبة والكرامة وإنفاذ الإرادة في كل ما يرتبط به دينا ودنيا شخصيا وبنحو عام فالنبي أولى بذلك من نفسه لو أراد رسول الله شيء والإنسان أراد ماذا؟ شيئا آخر أيهما يقدم يقدموا النبي وكذا النبي أولى بهم فيما يتعلق بالأمور الدنيوية كل ذلك لمكان الإطلاق في قوله النبي أولى وحذف المتعلق أولى بماذا؟ في كل شيء بلا قيد ولا شر هذا البحث الأول ترجمة نانسي قنقر الإطلاق النبي أولى itís شكرا